اشتركوا في القناة كل أعضاء الجمعية العمومية في نادي الأهلي تنتظر هذا اليوم لأنه بالفعل بيكون زي فرح الكل بيكون فرحان الكل بيكون مبسوط الكل بيروح علشان يحط صوته في السندوق الانتخابي لمن يختاره ومن يرى الأصلح خلال الفترة القادمة هناك عشرين مرشح الحقيقة موجودين على القوائم الانتخابية وبالتالي من حق الجمعية العمومية تختار من ترى مناسبا خلال الفترة القادمة أو ليقود النادي خلال الأربع سنوات القادمة عايز أقول لحضراتكم نحن الكل ينتظر هذا اليوم كل حاجة الحقيقة مهيئة الأمور مهيئة على أكمل وجه الإدارة التنفيذية في النادي زي ما حضراتكم كنت سمعين منذ قليل الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي وهو الحقيقة بيتكلم عن كل الاستعدادات اللي ستحصل أو اللي عملها النادي الأهلي علشان يستقبل أكبر عدد من أعضاء الجمعية العمومية في ناس كتير جدا من أعضاء الجمعية العمومية أو في ناس دايما بتتكلم في أن الموضوع يا جماعة مش مستاهل كل ده والموضوع بسيط وأن الجمعية العمومية يعني هذا الموسم قد تكون أقل من المواسم السابقة ولكن الحقيقة أن دائما يجب أن يكون هناك النادي الأهلي في الريادة في كل شيء في كل شيء الحقيقة عندك عشرين مرشح تختار اللي حضرتك عايزه تحط صوتك في الصندوق الانتخابي ولكن زي ما قلت لحضراتكم الكل ينتظر هذا اليوم الكل ينتظر وينظر إلى الجمعية العمومية في النادي الأهلي ماذا ستفعل الجمعية العمومية للنادي الأهلي في هذا اليوم التاريخي الحقيقة للكل ينتظر كل أربع سنوات حضرتك حتشوف الميزانية وحيتعرض عليك كل شيء كعضو من أعضاء الجمعية العمومية في النادي الأهلي حتقدر تتكلم في كل شيء حتقدر تشوف كل شيء في الكتاب اللي حيكون موجود زي ما حضرتكم شايفين الاستعدادات على أكمل وجه وزي ما قلت لكم بكده أو زي ما كنت بقول لحضرتكم خلال الأسبوع اللي فات بالكامل إن المكان الجديد ده هو مكان واسع جدا جدا ما تقلقش من أي حاجة كل الإجراءات الاحترازية هتلاقيها متخرة من قبل الإدارة التنفيذية في النادي لراحة الأعضاء والجميع زي ما حضرتكم شايفين بيعمل على راحة عضو النادي الأهلي أو عضو الجمعية العمومية في النادي الأهلي خلال الانتخابات اللي إن شاء الله من المتوقع أن تكون كالعادة أو مش من المتوقع الحقيقة كالعادة الحقيقة ستكون انتخابات الجمعية العمومية في النادي الأهلي هذا الموسم أو هذه الدورة الأعلى إحنا دايما بننظر إلى الريادة في كل شيء الريادة في الجمعية العمومية الريادة في الألعاب الرياضية بالكامل كرة القدم كرة السلة كرة الطيرة كل حاجة الكل ينتظر والكل يرى والكل يريد أن يرى ماذا ستفعل الجمعية العمومية للنادي الأهلي إن شاء الله يوم الجمعة القادم دايما لما بتكلم مع حضراتكم ما بقولش تختار مين أو ما تختارش مين دي حاجة مش هتكلم فيها ويعني أنا كعضو جمعية عمومية حروح حط صوتي في الانتخابات إن شاء الله يوم الجمعة ولكن الكل ينتظر الكل ينتظر أنا مصر أن أقول هذه الكلمة كل شوية لأنه الحقيقة كل الناس بتقولي بعد من لا يشجع النادي الآله هم بيكلموني وهم من الأصدقاء الحقيقة بيجوا يتكلموا معي يقولولي بصوا بقا ما نشوف الجمعية العمومية في النادي الآله هتعمل إيه ما يعرفوش إن الجمعية العمومية عندنا في النادي الآله هي جمعية عمومية وعية قادرة على كسر كل الحواجز وكسر كل الأمور خصوصا في ظل إن زي ما حضراتكم شايفين كل حاجة مهيئة كل حاجة مهيئة كل حاجة مكتوبة أمام حضراتكم تقرير لمجلس الإدارة عن الفترة من 1-7 لـ 20-20 لـ 30-6-20-21 كل حاجة حضرتك عايز تقرأها كل حاجة حضرتك عايز تشوفها هتكون أمام حضراتكم بالكامل وأصول وأصول متدولة والتزامات والتزامات غير متدولة كل حاجة الإرادات مشروع الموازنة كل حاجة حضرتك عايز تعرفها عن نادي خلال الفترة السابقة هتلاقيها موجودة ومش موجودة بقى في إيه لا موجودة أمام حضراتكم بالكامل تقرير من مجلس الإدارة النادي الأهلي لأعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي لأنه دي كشفات القوائم من بدري محطوطة الحقيقة علشان كل واحد من خلال هذه القوائم هتشوف اسمك هتعرف لجنتك فين هتروح مكان لجنتك بمنتهى الأريحية وبمنتهى النظام وبمنتهى الالتزام الكل يعمل على راحة عضو الجمعية العمومية إن شاء الله يوم الجمعة القادم زي ما حضراتكم شايفين الكل بيشوف اسمه فين علشان يعرف لجنته رقم كام علشان يعرف اللجنة هتكون فين علشان تكون الانتخابات سالسة كعادة أعضاء أو كعادة انتخابات النادي الأهلي مهما تكون سخنة ولكن دايما تلاقيها سالسة دايما تلاقي كل أعضاء الجمعية العمومية وهم دخلين كأنهم دخلين راحين فرح فرح لأنه انت بتشوف إيه اللي حصل خلال الأربع سنوات اللي فاتت من إنشاءات من بطولات من كل ما يخص النواحي الرياضية وكل ما يخص النواحي الإنشائية في الثلاث أفرع للنادي والفرع الجديد فيه أو المقر الجديد اللي حقيقة فيه التجمع الخامس هتعرف كل الحاجة حصلت خلال الأيام السابقة الكل طلع أعضاء المجلس الإدارة الحاليين الحقيقة اللي حتنتهي مدتهم إن شاء الله يوم 26 بعد بكرة كلهم طلعوا واتكلموا وقالوا عملوا إيه خلال الفترة السابقة علشان أعضاء الجمعية العمومية وعلشان النادي الأهلي يظل دائما في الرياضة ويظل دائما الأفضل في كل شيء الأفضل في كل شيء لما حضرتك تشوف ماذا يحدث فيه التجمع الخامس في مقر النادي في التجمع الخامس والإنشاءات اللي بتحصل هناك وشكل مقر التجمع الخامس هيبقى عامل إزاي تغيرات اللي حصلت فيه مقر النادي في مدينة نصر تغيرات اللي حصلت فيه الشيخ زيد والتغيرات اللي هتحصل خلال الفترة القادمة أيضا التغيرات اللي بتحصل فيه مقر النادي في الجزيرة كلها حاجات وكلها أمور واضحة لكل من يريد أن يرى شيء حلو حاجة حلوة بتحصل والكل العشرين مرشح الحقيقة قيلين أنهم عندهم فيه برامجهم الانتخابية خلال العشرين يوم اللي فاتوا أو الخمستاشر ستاشر يوم اللي فاتوا طلع أو معظم أعضاء أو معظم المرشحين على قائمة النادي الأهلي من العشرين واحد طلعوا وكل واحد تكلم في برنامج الأهلي ينتخب ساعة ونص كل يوم تقريبا كان مع حضراتكم عضو أو مرشح لانتخابات النادي الأهلي كان بيطلع وبيتكلم يقول اللي هو عايزه يجيب الصور اللي هو عايزها يعمل كل ما يراه علشان النادي الأهلي يرسخ لديمقراطية خلال هذه الفترة في الجمهورية الجديدة الحقيقة النادي الأهلي من الناحية الرياضية بيرسخ لديمقراطية جديدة بتحصل على شاشة قناة النادي الأهلي وأنا بشكر الحقيقة كل العاملين الحقيقة في برنامج الأهلي ينتخب على الشغل الرائع اللي اتعمل خلال الأسبوعين أو الأربعتاشر خمستاشر يوم اللي فاتوا منذ أن بدأ هذا البرنامج وحتى الآن الكل بيشيد بمدى المصداقية الموجودة فيه مدى الحيادية الموجودة في هذا البرنامج بنشكر كل العاملين طبعا الأستاذ إبراهيم المنيسي وكل العاملين في برنامج الأهلي ينتخب وكل الإمكانيات كانت مسخرة وكل الإمكانات كانت مسخرة من قبل إدارة القناة لإنجاح هذا البرنامج والحمد لله الكل ما فيش حد طلع سواء من العشرين مرشح اللي كانوا موجودين إلا وأشاد بالحيادية اللي موجودة وأشاد بالديمقراطية أو ترسيخ الديمقراطية في الجمهورية الجديدة الحقيقة من خلال النادي الأهلي في الناحية الرياضية قد إيه النادي الأهلي بيرسخ لنا يعني إيه ديمقراطية ديمقراطية من خلال التنافس ما بين عشرين مرشح حضرتك عايز تطلع على شاشة قناة النادي الأهلي اللي بيملكها جمهور النادي الأهلي اطلع وقول وأعضاء الجمعية العمومية اطلع وقول أنا عايز إيه اطلع وتكلم وقول مهما تقول ومهما وزي ما حضراتكم شفتوا خلال الفترة اللي فاتت أنا برضو على الجانب الآخر بشكر الحقيقة الإدارة التنفيذية في النادي الأهلي لأن كان لها يد كبيرة فيما حدث خلال الفترة السابقة في البرنامج والكل الحقيقة على يد رجل واحد قد إيه احنا عايزين نطلع النادي الأهلي أو هي دي الحقيقة أن النادي الأهلي دائما ما يرصخ ليه الديمقراطية بكل الأشكال بكل الأشكال زي ما حضرتك شفت كل ناس طلعت كل ناس اتكلمت كل واحد قال اللي هو عايزه فأنا بشكر الجميع الحقيقة وبشكر كل جمهور النادي الأهلي على المتابعة الدائمة لهذا البرنامج ولأخبار الانتخابات خلال هذه الفترة يتبقى إن شاء الله يوم الجمعة اللي جاية بعد بكرة إن شاء الله الكل ينتظر أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي حيعملوا إيه حيعملوا إيه إن شاء الله حتشوفوا وزي ما حضرتكم تعودين دايما مننا من خلال قناة النادي الأهلي حيكون هناك بث مباشر على الهواء مباشرة يعني حنكون مع حضرتكم من الساعة 8 أو 9 الصبح لغاية موعد الفرز وموعد إعلان من سيكون مجلس إدارة النادي الأهلي القادم إن شاء الله خلال الأربع سنوات القادمة ده حضرتكم حتشوفوه إن شاء الله كالعادة الحقيقة يعني من خلال قناة أو من خلال شاشة قناة النادي الأهلي حننقل لحضرتكم كل بيحصل داخل الانتخابات حننقل لحضرتكم كل شيء يخص الانتخابات النادي الأهلي وأعضاء الجمعية العمومية وفرحة أعضاء الجمعية العمومية خلي الناس كلها تعرف وتتعلم من أعضاء الجمعية العمومية في النادي الأهلي قد إيه الاحترام قد إيه الأدب قد إيه الأخلاق قد إيه النظام قد إيه التعب اللي كان معمول خلال الإسبوعين اللي فاتوا علشان إن شاء الله تظهر الجمعية العمومية للنادي الأهلي إن شاء الله إن شاء الله بهذا الشكل يوم الجمعة القادم ننتظر حضراتكم كلنا هنبقى موجودين كل أعضاء الجمعية العمومية إن شاء الله هنحاول إن احنا نبقى موجودين معاكم إن شاء الله دايما من ساعة أو مش هنحاول إحنا هنكون مع حضراتكم على الهواء مباشرة من الساعة 9 الصبح أو من 8 الصبح نغاية إن شاء الله موعد إعلان مجلس إدارة النادي الأهل الجديد ده حيبقى يوم الجمعة القادمة